لم يفوت رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني منذ بداية مشواره في رئاسة الحكومة أية فرصة لمن يحاول ضرب العملة العراقية والبنك المركزي خطوات محاربة الفساد كانت حاضرة في قرارات مصرية لملاحقة سراق الأموال العراقية كذلك كان العمل في كواليس البنك المركزي بدأ من مكافحة غسيل الأموال وفق معايير دولية للحد من التلاعب والفساد سيما بعد قرار بيع البنك المركزي الدولار للمصرف لأغراض الاعتمادات المستندية بمبلغ 1455 دينار للدولار بدلا من 1460 مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية كشف خطوات البنك المركزي الذي أكد محافظه التعاون مع مسؤولين في الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والجرائم المالية كشف عن بناء منصة بالتنسيق مع الجهات الدولية لتنظيم عمليات نافذة البيع والشراء للعملة الأجنبية والعمل على استقرارها في المستقبل القريب السوداني عرف كلمة السر الذي يستخدمها تجار وجوه الفساد كمضاربات يتحصل منها البعض على أموال طائلة دون حسيب أو رقيب لذا شن السوداني حملة قاسية على أصحاب أموال غير الشرعية كمصارف متهمة بتهريب العملة كانت تستحوذ على ما يقارب 40% من مبيعات المركزي للدولار حملة كان لها أثرها الذي قلب أوراق النيران على رؤوس جاثمة بين تفاصيل العملة العراقية يعبثون بقوة المواطن العراقية وهنا تبرز إنجازات حكومة السوداني بالدخول في عش الدبابير الذي يجمع شركات صيرفة لا تأباه باقتصاد العراق وقد كتب الرجل على عاتقه مواصلة مشوار تحقيق أهداف المنهاج الوزري بتدعيم الاستثمار ودعم الدينار لتجدد الحكومة التزامها باستقرار السوق المحلية ومواجهة الجهات التي تعمل على شراء الدولار من منافذ غير رسمية بإجراءات وطنية تفتح للعراق صفحة جديدة مع العام الجديد تكون أكثر حماية لأمواله ومقدراته